معنا منتل أبيب المتحدث باسمي رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان أستاذ أوفير مرحبا بك المرشد الإيراني يقول سيتم معاقبة النظام الشرير في إشارة لإسرائيل كيف تقيمون الموقف؟ نعم نحن نشهد هاجمة إيرانية مباشرة غير مسبوكة على إسرائيل حيث تم اطلاق عدد كبير من المصيرات وكما يبدو من الصواريخ نحن كنا بالاستعدادات اللازمة لهذه الهجمة منذ فترة طويلة نحن مستعدون بالدفاع وفي الهجوم نيويورك تايمز تتحدث على أن الهجوم الإيراني يستهدف بشكل رئيسي هضبة الجولان وقاعدة سلاح الجو في النقب هل تؤكدون هذه المعلومة؟ لا أستطيع أن أؤكد ذلك لا وإذا ما كان بالفعل هذا الهجوم يستهدف هضبة الجولان وسلاح الجو في النقب هل سيكون هذا مقبول بالنسبة لإسرائيل؟ وبالتالي لن ترد في النهاية أقولي أنت أي دولة في العالم ستقبل بإطلاق صواريخ باليستية ومصيرات متفاجرة على أراضيها لم أفهمك أوفير أقول بأنه لا توجد أي دولة في العالم ستقبل بإطلاق صواريخ ومصيرات متفاجرة على أراضيها نهما كانت الأهدف وبالتالي إلى أي حد تؤكد المعلومات التي تقول بأننا سنكون أمام أيام من الرد الإسرائيلي على إيران؟ برأيك أنا لا أريد أن أحضر العدو الإيراني بما يخص الرد الإسرائيلي أستطيع أن أقولك بأن مجلس إدارة الحرب الإسرائيلي يلتعن في هذه الأثناء من أجل البحث الرد الإسرائيلي والجيش وسلاح الجو والبحرية كل هذه الأثروا على أسكرية مستعدة نحن نعمل أيضا مع خلفائنا ومع أصدقائنا من أجل الصد هذا الهجوم نحن وثقون تماما بقدراتنا على الصد هذا الهجوم لأننا نمتلك دفاعات صاروخية ودفاعات جوية مختلفة وفعالة جدا خلينا ننتظر إلى الساعات السباح وعنده سوف نتحدث عن هذا الهجوم وكما يبدو في هذه الساعات المقبلة سوف نرى ماذا سيحدث ميدانيا وعسكريا بهذا الحصول هل نتحدث عن هجوم إيراني مباشر أم هناك مشاركة لوكلة إيران في المنطقة في هذا الهجوم؟ كانت هناك تقارير عن إطلاق الصواريخ من اليمن على يد الحوثيين وطبعا حزب الله أطلقت قبل قليل صواريخ على الجولان نحن نعمل نعلم بأن هناك ميليشيات إيرانية في دول الجوار في قتاع غزة طبعا حماس والجهاد الإسلامي في لبنان حزب الله الحوثيين في اليمن هناك ميليشيات موالي الإيران في سوريا والإراق ولكن هذه هي أول مرة عندما تقرر إيران فتح جبهة مباشرة مع إسرائيل ولكن أستطيع أن أقول لك بأننا استعددنا كما قلت نحن استعددنا لمثل هذا السيناريو منذ سنوات كثيرة ولداني مفاجأة بعض المصادر تتحدث أفير عن مسألة إسقاط بعض المسيرات بالفعل كانت في سوريا وفي الأردن هل تؤكد لنا هذه المعلومات؟ لا أستطيع أن أؤكد ذلك في هذه المرأة طيب أيضا فيما يتعلق ببعض المعلومات التي سرت بعض المصادر تقول بأن هناك ردا إيرانيا مضبوطا ومتفق عليه تحت الطاولة هل يمكن تصديق كل هذه المصادر؟ كيف يمكن أن يكون هناك كيف نقبل بإفتداء إيراني محدود؟ يعني لا توجد أيضا لتخفى لأن البعض يشير إلى أن الإسرائيل ارتكبت هذا الخطأ حينما استهدفت قنصلية إيرانية وهي محمية وفق الأطر القانونية الدولية ولذلك من أجل احتواء الموقف ربما القبول برد يكون مضبوط ومدروس حتى لا تتفجر هذه الحرب وتصبح حرب إقليمية أي هجوم إيراني على ردنا وهجوم غير مقبول إيران تخطط منذ أكثر من أربعين عاما لتدمير إسرائيل يتقول ذلك مرارا وتكرارا علنا بأن الهدف الأول لهذا النظام الإرهابي هو تدميرنا وهي خططت لذلك عدة وسائل المسايرات الصواريخ الباليستية الصواريخ الكروز وما إلى ذلك وطبعا الميليشيات الموالية لها في كل أنحاء المنطقة نقول إتالي نحن مارس حقنا في دفاع عن أنفسنا من هذا النظام الإرهابي وهو أكبر راعي للإرهاب في العالم ولدينا دعم كبير من الولايات المتحدة التي هددت إيران في هذا القصوص وهناك دعم دولي من قبل خلفاء آخرين وهناك إدانات صدرت قبل قليل من بعض الدول لهذا الهجوم الغادر والوحشي على أرضنا أنصح بأننا سننتظر إلى الساعات السباح وسنرى كيف تتبالور الأمور نحن وسيكون تماما بقدراتنا على ساد هذا الهجوم وعلى حماية نفسنا إلى أي حد هذه الهجمات الإيرانية ستؤثر على حربكم على غزاء؟ لا الحرب على حماس سوف تستمر لأنه لا يوجد أي خيار آخر يعني إذا أردنا أن نرى سلاما واستقرارا في الجنوب يجب استكمال المهمة وهي القضاء على حماس وبالتالي أي ميليشيا أخرى ميليشيا إيرانية أخرى سوف تهاجم إسرائيل سوف تدفع ثمن كما يدفع حزب الله الذي يطلق صواريخ على أراضينا يعني هناك ثمن كبير دفع حزب الله بالعتاد وبالأرواح ونحن قدرون تماما على خوض المعركة على أكثر من جبهة أثبتنا ذلك عدة مرات إذا ما شارك حزب الله في هذه العملية العسكرية كيف نتوقع الرد؟ كما فعلنا سابقا نحن نستطيع أن نواجد ضرابات مولمة جدا لأي عدو يطلق صواريخ على أراضينا ويهجمنا وأريد أن أذكر لك يعني خلال الأشهر الأخيرة نحن قدنا حربا على أكثر من جبهة قدنا حربا في الشمال وفي الجنوب بآن واحد ونحن قدرون تماما على ذلك وعلى توصيع رقع الحرب ولكن أريد أن نقول لشيء آخر نحن لسنا لوحدنا في هذه المعركة لأن هذه معركة العالم الحر ضد رعاية أكبر للإرهاب في العالم وهو إيران وإذا نظرت إلى كل الصراعات والقلوب في الشرق الأوسط لو وجلت إيران فيها في اليمن وفي لبنان وفي السورية وفي الإراق وفي قتال غزة ولذا أعتقد بأن العالم لا أعتقدا عالم بأن العالم يقف إلى جانبنا في هذه العالم أفير جندلمان المتحدث باسمي رئيس الوزراء الإسرائيلي منتل أبيب شكرا لك